قل لك أه بس اللاعب اللي ما عندوش حصل لعيبة ما عندوش حصل لعيبة بأمرت ايه وإيه مفهوم حصل اللاعب وإيه حكاية مين اللي أحرف في مصر يعني إيه احنا أصله لو الكلام على مين اللي بينطق الكرة أكتر أو مين اللي بيرقص أكتر يبقى احنا ناعدين في السرك مش بنلعب كرة لده انت هتلاقي ناس ما تعرفش ياسميها هتلاقي ناس ما تعرفش ياسميها لكنه مقاومات اللاعب الحقيقي المتكامل حنقدر يعني بصوا في كل مركز من أول الشناوي أحسن حارس في أفريقيا ونهاية بشريف ومرورا بكل العناصر آي أفشا وديانج والسولية وحسين الشحات ماشاء الله وأكرم وعلي معلول وهاني وخط الدفاع بالكامل انت بتتكلم على جودة عالية من اللاعب عشان كده راحت نهاية دورة أبطال أفريقيا وعشان كده مهما المرست عليهم ضغوط هتلاقي بإذن الله تعالى مش أنا أقيل مطش بعد مطش في الطريق اللي صدرت الدور في بداية الحلقة أنا ابني أزكى واحد في المدرسة بس لو يذاكر خلي كل أبه معتقد أنه عنده دعهم مقتنعين بأنه عندهم الأفضل بيستمرع عبر طريقه بيقولوا الكلام ده على الفكرة واخد بالك ما عندناش إحنا مشكلة دعهم يتحدثون ونحن نفعل طيب الكابتن أحمد حسين ميدو الحياة في برنامجه بعد المباراة كان مستضيف معدي البرنامج الجمالية في التحليل أحمد فاروق اللي له رأي في فوز الأهلي على المقصة وإيه اللي حصل للأهلي من بعد بيرامدس نشوفه فوز مهم جدا للأهلي لكن كان متوقع أنا أعتقد أن مباراة البرنامج الأهلي يعني عارف اللي ربا ضارت النفاع استفزت لعبت الأهلي واستفزت الفريق من جديد كان محتاجها قبل كازرة شيفز في الموتشين تلاتة اللعبهم النهاردة رجع السلية فشكل خط الواسط اختلف شريف ياميدو بيتطور تطور مرعب يعني شريف بيتقل مش كل شهرين ولا كل موسم ده كل أسبوع فبصراحة مصر كسبت مهاجم رائع فعلا قدر أنه هو يكسب شخصية كبيرة وقدر أنه هو يعني يفرض نفسه كمهاجم يعني مصر الأول حاليا النتيجة الرقم اللي كسب به الأهلي الاربع ورحدي رفعت ترفع المعنوات جدا قبل ماتش كازرة شيفز النهاردة رعاية في المقصة كانت شوية جراسة بس ده رد فعلي طبيعي للتصريح غير الموفق اللي قاله كابتن عبد الجليد مش قصده حاجة لازم يا جماعة نقول لنا الرجل عبد الجليد رجل يعني مدرب لا يمكن أبدا يسمح بالتفويت طبعا رجل مدرب طبعا وعلى فكرة ما بش حد أبدا يسمح بالتفويت متب يعني الإشاءة ده طبعا إنه نقطة التحول من بعد بيرامد من بعد بيرامد والله دي مش أنا اللي بقولك أنت تعلم من أخطاء مواقفك مش مش هسميها خطأ هو موقف ممكن يؤدي إلى خطأ موقف يؤدي إلى خطأ لو صرفت بطريقة تانية كنت تفديت هذا الخطأ هو ده اللي عمله الزنق اللي زنقها النادي الآلي بعد ماتش بيرامد خلت كل الناس درجة تركيزة أعلى وخلتها تاخد قرارات بينها وبالنفسها ومع الفريق ومع الجهاز الفني لا تعالوا بقى نفكر إن إحنا في المواقف اللي زي كده نتصرف بطريقة تانية ده كمان في نقطة مهمة فكرة عدم الاكتفاء بالنتيجة ده نقطة التحاوم من بعد ماتش بيرامدز إن أنت ما تسيبش نتيجة على الحافة في خطر كسبان واحد كسبان اتنين واحد قررت تتعدي الوقت بينك تتنقلوك دوس دوس وسجل أكتر وأكتر عشان كده تلاقي في غزارة في التهديف من بعد الدرس ده أهم حاجة أنك تتعلم ويبقى عندك القدرة إنك تتنفذ اللي تعلمته دي مهمة جدا والقدرة تيجي بالمهارة وبالإمكانات الفردية والالتزام الجماعي والرؤية الفنية طبعا اللي بتصيغ كل الكلام ده فالنهار ده النادي الآلي أبدع وأمتع وأقنع وضيفت أقنع مهمة جدا طيب عايزيني الوضع ده يستمر مؤكد الخوف من إيه؟ إن إحنا نحمد احنا احنا ترجمة نانسي قنقر